كابتون السامة شايف كوكا وهو تقالك جدا قبل الاصابة قبل معسكر منتخابنا الوقت انتكسروا من الافركاء كان عامل شغل عظيم جدا مع النادي الاهلي شايف لكوكا الانسب مركز تمانية ولا مركز ستة لو مركز ما انا عطيه ولا مركز ما انا عشق ست ست اقولك ليه هو كوكا لما يلعب تمانية لازم يكون في تمانية تاني او بقى يبقى قرب لعشرة يعني واحد يكون عنده التكملة الهجومية والزيادة العددية مع المهاجمين اكتر من كوكا كوكا اقرب لستة يعني مش واضحة اوي في تمانية ماشي هو بلعبها بلعبها بس بس لسه ما وصلش لمرحلة انه بيعرف يكمل كتير مع التلاتة اللي قدام ما بيروحش مثلا هو يسدد ما بيروحش يدخل جوة 18 ويلعب بدماغه مثلا عشان يكمل لكن هو اقرب انه اسلوب اللي هو بيقطع ويعمل ممكن بيمرر كويس تمرير لكن الحتة التانية دي اللي هي زي مثلا امام عشور انه يروح يكمل ويخش جوة 18 ويشوت ومش واضحة لسه اوي في كوكا عشان كده هو اقرب لستة شوية دلوقتي يعني لسه ما وصلش للتمانية اللي هو بشكل واضح يعني اه يعني انت فاهم يعني يعني انت لا قادر تقول تمانية بشكل واضح ولا قادر تقول ستة بشكل واضح فاهم طيب امام عشور لو لعب مع افشا في التمانيتين مش ما تمثلش خطورة على الاهلي دفاعيا ما تمثلش خطورة لا اه بص نص ملعب الزمالك غالبا ممكن يبقى فيه ضنجة ممكن يبقى فيه رؤى ممكن يكون فيه عبدالله السعيد نفس اللي هتقوله على ضنجة سعيد هتقوله على افشا في كميات الجاري انا بكلم في كميات الجاري صحيح التوفيق بقى وعدم التوفيق من الاحسن بس انا بكلم على كميات الحركة والجاري امام عشور مستو انه لما بيلعب في نص الملعب حتى وهو تمانية لو خد تعليمات انه يرجع كويس ويدفع مع الرقم ستة هيرجع يعني هو عنده دي ودي ساعات بتزيد عنده الجزء اللي هو بيكمل فيه قدام وساعات ممكن يتقدر تتحجمه شوية اه يعني هو لو بيشارك مع افشا هتلاقيه بيدفع اكتر ما بيهاجم لا هيهاجم هيهاجم بس ممكن تحجمه يعني عنده القدرات ما هي عشان كده فيه لعيبة وعنده انت المداري بيقولك ايه انا بحب اللعيبة اللي عندها مرونة في التكتيك فيه لعيبة بتاعرف تركب كزا مكان وفيه لعيبة صعب تركبه في مكان يعني 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 مثلا على سبيل المثال افشا مثلا مش تقف تيجي تقول افشا وانا بيلعب ستة مهما انت بقى هتقعد تقوله ومهما هتقعد تقوله ومهما هتقعد تحفزه هو ممكن يلعب جنب واحد ستة اه توقفه شوية اه لكن هو مش هيبقى ستة صحيح يعني مش هيبقى ستة لكن فيه لعيبة وممكن يجيت في مكانه هو يبقى احسن لعب فيه بس انا بتكلم ان فيه نوعية لعيبة بتاعرف تلعب في مكان كده فامام عشور من اللعيبة اللي لو قلت له تمانية بس توقف شوية يعني توقف اكتر هيقدر يعمل كده لانه عنده الاحتكاكات وقطع الكورة والاستخلاص الكورة والجميتي الجاري والجهد هيقدر يعمل دي ويقدر برضه يلعب لقدام اكتر وياخد مهام هجومية اكتر واحيانا كان بلعب في الجناح كمان صح ومستر كروش قبل كده لعبه في البكرايت لما لعبه على ساديو مانيلا وتفتكر في مجر وقدها بشكل كوي ففيه لعيبة عندهم المرونة دي وكل فرقه على فكرة لازم يكون عندها نوعية لعيبة مش دروري يكونوا في الـ 25 لبعاك بس على الاقل نسبة منهم 7-8 لعيبة يكونوا تقدر تلعبوا مثلا بكي مين وبكي شمان تقدر تلعبوا باكي وهاف ممكن باكي وقلب تفاع جناح فيه نوعية لعبات تتأقلم على كده وفيه لعيبة ما تلعبش تلعب الغير في مكان صحيح أوه يعني فإمام يقدر يلعب مع أفشا عادي جدا ومرونة عطية معهم يقدر يعملوا كده بس الله أعلم هل هيحصل كده أو لا صحيح ترجمة نانسي قنقر